مروحيتان حربيتان اوكرانيتان تقصفان منشأة لتخزين الوقود في مدينة بلغرود الروسية بعدما اخترقت الحدود على ارتفاع منخفض تطور لافت في الحرب الروسية الاوكرانية لا سيما بعد توقيع رئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن آلية سداد الثمن الغاز المورد للدول التي سماها بغير الصديقة بلروبل بما في ذلك الاتحاد الاوروبي تبدو الرسائل السياسية والعسكرية صار شائعا منذ غزو روسيا لاوكرانيا في شباط الماضي في منحا يدل على العلاقات المركبة بين روسيا والاتحاد الاوروبي والغرب باكمله امام هذا القرار الروسي بات من الواضح ان بوتين دشن مرحلة جديدة من الضغوط على البلدان الاوروبية تحديدا في محاولة لتخفيف تأثير العقوبات القاسية المتخذة ضده وفي نفس الوقت انقاذ العملة المحلية التي تعرضت لتراجع غير مسبوق نتيجة لهذه العقوبات حرب غاز وطاقة اذا تشتعل من جديد تجلى صراعه عسكريا في اوكرانيا في وقت تستحوذ دول الاتحاد الاوروبي على 47% من شحنات النفط الروسي باكثر من 50 مليار دولار بينما بلغت فيه امدادات الغاز الطبيعي 203 مليارات متر مكعب عام 2021 بقيمة وصلت الى 55.5 مليار دولار على الجانب المقابل يرى خبراء اقتصاديون ان اسرار موسكو على التمسك بشروطها ضمن المفاوضات لن يكون سهلا في احتمالية لجوء امريكا للاستعادة عن النفط والغاز الروسي عبر حلفائها ما يعني ان الحديث عن تلويح روسيا بنظام عالمي جديد لا يكون فيه الدولار هو المتحكم امر لا يزال صعبا ذلك في ظل محاولة الغرب الدفع ببوتن نحو حافة الهاوية في استراتيجية تجعل فرص الخيارات امامه محدودة وتدفع بالطرفين للتهديئة مؤقتا في ظل تشابك الملفات الاقتصادية عالميا